اهلا بكم في هذه التغطية مع حضركم شروق وجدي وهنتابع في هذه التغطية تفاصيل نتيجة الصف الرابع الابتدائي ارسالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية خطاب لمدريات التربية والتعليم في المحافظات وهذا بضرورة اعلان نتائج امتحانات فصل الدراسية الاول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الاول والثاني الثانوي العام في شكل تقديرات من خلال المدارس وطالبت ايضا الوزارة من المدريات اعلان نتائج الطلاب في شكل تقديرات خلال المدارس وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعلنت انه يتم اعتماد وضبور نتيجة الترمي الاول للصفين الاول والثاني الثانوي العام في شكل تقديرات تبدأ من ضعيف حتى ممتاز وتبدأ من 85% وده معناه ممتاز ومن 65% لأقل من 85% ده معناه جيد جدا ومن 50% لأقل من 65% ده معناه جيد وأقل من 50% يبقى معناه ضعيف اوضحت ايضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية ان درجات امتحان الفصل الدراسي الاول للثانوي العام مكملة للترم الثاني والاسئلة في التقييم بالصفين الاول والثاني الثانوي مرحلة تمهيدية الامتحانات الثانوية العامة وعلى الطلاب لابتعاد عن محاولات الغش تماما اوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية انه لا صحة لتعديل مواعيد اجازة نصف العام حيث تبدأ في الخامس من فبراير وحتى السابع عشر من نفس الشهر وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقا وفقا للخريطة الزمنية ومضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبتة التاسع عشر من فبراير وحتى الخميس التاسع من يونيو وتؤكد امتحانات نهاية العام بسفوف النقل وشهادة الاعدادية يوم السبت السابع من مايو أيضا قرر الدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم الفنية تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022 إلى يوم السبتة الموافق 7 من مايو 2022 بعد انتهاء العطلة الرشمية الخاصة بعيد الفطرة المبارك والتي كان من المقرر لها تبقى لتعليمات التقدم المعتمدة أن تبدأ يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 بلغت أيضا أعداد طلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج قد وصل إلى ما يقرب من 74 ألف طالب وطالبة على مستوى العالم مما يعد نجاحا ملفوظا لما كانت إجراءات التقدم تماشيا مع توجهات الدولة المصرية وسبق وأعلنت الوزارة نظام التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الجاري موضحة أنها تعقد وفقا للمناهج في جمهورية بنصر العربية للطلاب من الصفة الأول الابتدائي وحتى الصفة الثانية الثانوية العام أوضحت الوزارة أنه بالنسبة لامتحانات الدور الأول يسمح للطلاب أو للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصفة الدراسية المقاية به أداء الامتحان في جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسي الجاري على أن تحسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الامتحان وأيضا أكدت الوزارة أن امتحانات الدور الثاني سوف يسمح فيها للفئات التالية بأداء الامتحانات من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي حيث يسمح للطالب الراسب في مادة أو أكثر بالدور الأول سواء كانت المادة الدراسية داخل المجموع أو خارج المجموع كلي له الحق في التقدم لأداء امتحان الدور الثاني وتحسب للطالب 50% من النهاية الكبرى المقررة لهذه المواد فقط كما يسمح للطالب الذي تغيب في جميع المواد أو بعض المواد بالدور الأول لعذر قهري يتم تقديم الأسباب والمستندات الدل على ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات للبت في قبوله وفي حالة الموافقة على قبول الطالب بامتحان الدور الثاني فإنه يؤدن امتحان في جميع المواد بنظام المنهج كاملا ويحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد شددت أيضا الوزارة على أنه في جميع الأحوال لا يحق للطالب التقدم للامتحانات في الدور الثاني ما لم يكن متقدما لامتحانات الدور الأول في امتحانات أبناؤنا في الخارج أو إحدى الإدارات التعليمية بمصر كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية أنه حرصا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب بصفة عامة وأبناء الجاليات المصرية بصفة خاصة وفق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية على مدى فترة التسجيل على الموقع الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021-2022 حتى يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2022 والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 حتى يتسنى لجميع الطلاب الانتهاء من التسجيل الإلكترونية أيضا وافق الوزير على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022 إلى يوم السبت الموافق 7-5-2022 بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطرة المبارك والتي كان من المقرر لها طبقا لتعليمات التقدم المعتمدة أن تبدأ يوم السبت الموافق 2 من إبريل 2022 طبعا بتمنى التوفيق لكل الطلبة في الانتحانات وفي النتائج أيضا بشكر حضرككم شكرا جزيلا لمتابعتنا كنت مع حضرككم شروق أجديد شكرا لكم وإلى اللقاء